صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية وأهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر صباح الخير عليك يا شازلي صباح الخير عليك يا بسانت كل سنة وانت طيب وانت طيب صباح الخير على كل مشاهدين في كل مكان أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر كل سنة وحضراتكم طيبين نهاردة يوم عرفة مشهد جميل مشهد رائع توافد حجاج بيت الله الحرام إلى صعيد جبل عرفات ليشهدوا الوقفة الكبرى ويقضوا الركن الأعظم من أركان الحج النهاردة يمعرف أفضل الأيام عند الله وخير يوم طلعت فيه الشمس ما من أيام أحب إلى الله أو العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر فسألوا رسول الله ولا الجهاد في سبيلك يا رسول الله قال ولا الجهاد حتى أنه إلا رجل خرج من بيته أو خرج بنفسه وماله فلم يرجع بذلك من شيء يعني رجل خرج بوستشهد في سبيل الله هذا أفضل من الأعمال في يوم عرفة لكن يوم العرفة طبعا معروف أنه محببة الأعمال الصالحة فيه إلى الله كل الأعمال محببة إلى الله تبارك وتعالى ربنا بينزل إلى السماء الدنيا في يوم عرفة وبيباهي بعباده الملائكة وبيقول الملائكة انظروا هؤلاء عبادي جاءوني شعسا غبرا شعرهم منكوش عليهم تراب قد أنفقوا الأموال وأرهقوا الأبدان شهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت لهم زنوبهم فالحج المبروط طبعا ليس له سواب إلا الجنة يوم لا يرد فيه الدعاء عشان كده لازم ننتهز هذه الفرصة بأننا ندعي لنفسنا والأهلنا والأصحابنا والأصدقائنا ندعي كمان لبلدنا بكل الخير والبركة والأمن والأمان النهاردة كمان فرصة أننا نكتر من الأعمال الصالحة من صيام وصدقة وصلاة وذكر وصلة رحم وخلاف ونعيش طبعا روحانيات هذا اليوم العظيم يا بسانتا ده حقيقي يا شهز لي كل سنة وحضراتكم طيبين النهاردة يوم مختلف وشكل الحجاج هم على جبل عرفات بيكون لي روحانيات كتيرة لبيك اللهم لبيك بتكون على السنة طول اليوم ربنا يكتب الحج إن شاء الله لكل القلب ومتعلق بزيارة البيت الحرام وإن شاء الله ربنا يزيح عنا وعن كل بلاد العالم غمة كورونا ونرجع تاني نشوف عداد الملايين وهم على جبل عرفات السنة اللي فاتت كان بيحج عدد قليل جدا والسنة دي فيه 60 ألف من داخل السعودية سواء مواطنين أو مقيمين وإن شاء الله السنة اللي جاية يتفتح السفر بشكل كامل ويكون الحج متاح لكل اللي عايز يزور الكعبة الشريفة ويؤدي مناسك الحج النهاردة يوم كله بر وفضل وكرم من الله سبحانه وتعالى فيارب دايما تكون أيامنا كلها خير ومحبة وعيد وكل سنة وحضراتكم بألف خير وصباح الخير يا مصر